ومعنا إلى تصريحات متتالية ورد اتباعا عن البيت الأبيض فيما يتعلق بالقطاع الحديث عن أن هناك ضحايا من المدنيين كثر في القطاع ما نقلته القناة الثلاثة عشر الإسرائيلية عن توبيخ أمريكي لإسرائيل بسبب استمرار وجود عدد مرتفع من الضحايا المدنيين الحديث عن أن الولايات المتحدة لن تتوقف عن العمل حتى تحقيق حل الدولتين قطاع غزة سيكون هناك قطاع غزة ما بعد الصراع الحالي ولن يعاد احتلاله في أي سياق نضع كل هذه التصريحات نعم رولا يعني تقريبا موقف الولايات المتحدة الأمريكية منذ العدوان الإسرائيلي على غزة لم يتغير كثيرا يعني لا أعلم كلمة توبيخ إن صدرت من المسؤولين الأمريكيين ولكن كان هناك انتقاد في أوائل ديسمبر بعد مرور شهرين على الحرب كان هناك انتقاد شديد اللهجة واضح جدا من الإدارة الأمريكية ومن أنتوني بلينكين لزيادة الضحايا من المدنيين في غزة آنذاك أو حينذاك لأكثر من 16 ألف إذن الانتقادات مستمرة بأن يكون هناك إيقاف لأقل كثافة بأن تكون الضربات الأمريكية أقل كثافة ونحن نتحدث الأسبوع الماضي عندما رأينا جون كيربي يقول أننا سنتوجه أو ستوجه الإسرائيليون من مرحلة كبيرة الضربات وكبيرة الكثافة إلى أقل كثافة لتقليل أعداد الضحايا المدنيين هناك انتقادات واضحة جدا من البيت الأبيض والإدارة الأمريكية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين نتنياهو يستغل هذه الحرب لكسب بعض المكاسب السياسية هناك في الداخل الإسرائيلي وسمعنا تصريحات كثيرة على الأسابيع الماضية موضوع توبيخ الإدارة الأمريكية لإسرائيل أو لبنيمين نتنياهو لم نسمع من المسؤولين الأمريكيين هذا التصريح بهذه اللهجة القوية ولكن نعلم أن هناك انتقادات حدة بسبب الداخل الأمريكي هناك أمر في غاية الأهمية رولا من صعد بالرئيس الأمريكي جو بايدن إلى حكم الولايات المتحدة الأمريكية هم فئة الشباب 20% تقريبا صوتوا لصالحه في انتخابات الرئاسة الأمريكية في عام 2020 ويعلم جو بايدن ذلك جيدا وتعلم الإدارة الأمريكية الحالية ذلك جيدا ولذلك هم قلقون جدا على أن فئة الشباب هذه ربما ستؤثر تأثيرا سلبيا عليهم في الانتخابات القادمة في عام 2024 بسبب السوشال ميليا بسبب مواقع التواصل الاجتماعي التي تنقل الحقيقة فيما يحدث من انتهاكات إسرائيلية حقوق الإنسان وحقوق المدنيين في قطاع غزة وفي الضفة ولذلك هو يريد وقال حتى تصريح هام جدا اليوم عندما تم سؤاله على أن ترامب حصد أصوات كبيرة في ولاية آيوا في الانتخابات التمهيدية قال نحن ننتظر حتى نوفمبر القادم إذن هو يريد بأن ينسى الأمريكيون هذه المرحلة الصعبة من الناحية السياسية في حياته هو لأنه بكل بساطة عندما نتحدث رولا إلى الشعب الأمريكي إلى زملائنا من الأمريكيين من فئة الشباب جميعهم على قلب رجل واحد تقريبا يقرون أنهم لن يصوتوا لصالح جو بايدن بسبب أنه لم يوقف الحرب الإسرائيلية على غزة وأعطاهما الكثير مما كانوا يستحقونه لم يحدث ذلك العطاء في التاريخ الأمريكي من قبل من إدارة أمريكية إلى إسرائيل في حربها في غزة أيضا لا ننسى ما حدث منذ يومين في الكونغرس الأمريكي في مجلس الشيوخ عندما صوت 12 عضوا بمجلس الشيوخ من الديمقراطيين فقط في موضوعهم وهو بأن ترسل الخارجية الأمريكية كما نعلم خطاب يتحدث عن انتهاكات حقوق الإنسان إن كان هناك انتهاكات حقوق للفلسطينيين من قبل الإسرائيليين أم لا حتى وإن لم يرى هذا التشريع النور ولكن لابد أن نستنتج منه أن هناك ديمقراطيون الآن في مجلس الشيوخ ينتقدون علانية ما تفعله القوات الإسرائيلية في حق المدنيين في قطاع غزة ولذلك ربما نرى أثار هذا التصريح من القناة الإسرائيلية فيما بعد في الداخل الأمريكي ولكن الانتقاط تقريبا مستمر